بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة السابعة مد البدل وصورته أن يجتمع في أول الكلمة همزتان أولاهما متحركة بالفتح أو بالضم أو بالكسر والثانية ساكنة والقاعدة تقول إذا اجتمع عندنا همزتان أولاهما متحركة والثانية ساكنة فتحذف الثانية ونضع بدلها حرف مد من جنش حركة الهمزة الأولى ومعلوم أن ما يوافق حركة الهمزة الأولى المفتوحة هو الألف والمضمومة هو الواو والمكشورة هو الياء ولنضرب أمثلة ثلاثة على ذلك مثل آمنوا أوتوا إيمانا فأصل آمنوا أأمنوا وأصل أوتوا أؤتوا وأصل إيمانا إئمانا فحذفت الهمزة الثانية وأبدلناها حرف مد من جنش حركة الأولى فصارت الأولى بذل أأمنوا آمنوا وصارت الثانية بذل أؤتوا أوتوا وصارت الثالثة بذل إئمان إيمان مقدار مده حركتان للقراء جميعا بما فيها رواية حفص عن عاصم وأجاز ورش عن نافع مدها بمقدار حركتين أو أربع أو خمس حركات وشاهده من التحفة قوله أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمن وإيمان خذا ومما يلاحظ على مد البدل الكلمات التالية أي يعتبر مد بدل الكلمات التالية عند البدء بها كما في قوله تعالى وليؤد الذي تمن أمانته وقوله ومنهم من يقول ذلي فعندما نبدأ بها نمدها بمقدار مد البدل أوتي من إيذن لي فتحرك همزة الوصل عند البدء بها وتبدل الثانية حرف مد من جنس حركة الأولى كما أنه يراعى أمران اثنان في مد المنفصل والصلة الكبرى والعارض للسكون واللين والبدل هذان الأمران اللذان ينبغي مراعاتهما الأمر الأول أن هذه المدود الخمسة تمد على حسب نوع القراءة إن كان القارئ يقرأ حذرا فإنه يعطيها حركتين وإن كان يقرأ بالتدوير فيعطيها أربع حركات وإن كان يقرأ بالترتيل أو التحقيق فيعطيها خمسة حركات أو ست هذا هو الأمر الأول الذي ينبغي أن يلاحظه القارئ وهو يقرأ أما الأمر الثاني فيستحب للقارئ في المجلس الواحد مراعاة نوع نوع واحد من أنواع هذه القراءات فإن كان يقرأ بالترتيل فعليه أن يستمر في المجلس بأحكام الترتيل وإن كان يقرأ بالتدوير فعليه أن يستمر في جلسته تلك بالتدوير وإن كان يقرأ بالحذر فيستحب له أن يستمر في مجلسه ذاك على قراءة الحذر وشاهد ذلك الكلام الذي أسلفناه من التحفة قوله ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله والحمد لله رب العالمين